أروح لزميلي العزيزة كريم أحمد موفد ومراسل قناة النادي الأهلي من الدوحة عشان نتعرف منه على آخر الاستعدادات وممكن أنا شايف كريم قدامي على الشاشة تغيير الأجواء طبعا درجة الحرارة عالية مختلفة تماما الأجواء في جنوب إفريقيا فكل ده بالتأكيد أنا أعرف منه كريم أولا مساء الخير عليك وبرحب بيك وحمد الله على السلامة وحكي لي بقى الأجواء والكواليس عندك وبالتأكيد طبعا أنا أعرف تغيير الأجواء ممكن يسبب بعض الألأ في بداية الاستعدادات لمباراة السوبر إن شاء الله كل التحية ليك طبعا زميلي العزيز محمد سعيد ده الله يسلمك أكيد طبعا انتصار كان رائع جدا في ساند هونز بنتمنى إن شاء الله بإذن الله لانتصار يستمر والإصرار كبير وجدية النادي الأهلي وتركيزه الكبير في التدريبات بإذن الله إن شاء الله تستمر حتى موعد يوم المباراة أمام نهضة بركاني اللي بإذن الله بنتمنى تكون هذه المباراة من نصيب النادي الأهلي وبالتأكيد هذه البطولة أيضا كمان تدخل دولة ببطولة النادي الأهلي تغيير الجواء محمد طبعا يمكن نكلم عن إليه أكتر من مرة درجات الحرارة مرتفعة جدا هنا الحقيقة يعني 43 و44 درجة مع حدة قوية جدا في الشمس ده بالنسبة للصباح مساء كمان وتحديدا في موعد المباراة يكون 7 مساء هنا بتوقيت الضوحة 6 مساء بتوقيت القيرة درجة الحرارة أيضا متصل لـ 37-38 لكني خلاص بقى مشابهي الشمس لكن في صعوبة شوية فأكيد طبعا النهاردة هيكون أول تدريب لفريق النادي الأهلي قوي أو تدريب أو جرعة تدريبية كاملة أنت عارف محمد طبعا مع الرحلة اللي كانت الفترة الفاتتة ورحلة كانت شقة جدا على كل اللاعبين والبعثة بالكامل تدريب الأمس كان تدريب خفيف يعني بتسو مسماني يحاول أنه يعمل كافري كده لكل لعيبت النادي الأهلي على أن يتم النهاردة بقى تنفيذ بعد الجمل التكتيكية والخططية وكل الأمور الخاصة بفريق رهد البركان اللي تابعوا طبعا خلال الفترة اللي فاتت من خلال فيديوهات هايلايتز بيحاول بيتسو مسماني مع الجهاز الفني بالكامل الوقوف على التشكيل الأمس لطريقة تدريبها يكون ازاي فالنهاردة ان شاء الله هنستنى طبعا نتابع لتدريب بالكامل نشوف كل اللاعبين مدى جهازيتهم مدى تأقل من اللاعبين على درجة الحرارة لكن ان شاء الله بإذن الله محمد يعني شايفين تركيز الحياة مع العيبت النادي الأهلي والسرار كبير عارفين أهمية هذه البطولة احنا الحقيقة الفترة اللي فاتت ماشيين بخطة ثابتة في البطولات بنأدي أداء مميز جدا رغم التلاحم الكبير ورغم الضغط الكبير اللي قبله النادي الأهلي في بطولة الدور العام والبطولة الأفريقية لكن خلاص ده خادر النادي الأهلي فان شاء الله بإذن الله كون ده وفعنا متجددة ورغبة الفريق ايضا كمان تكون متجددة في الفوز بعد المسحة الطبية وسلبيتها توجهنا بقى ممشارة إلى الفقاعة الطبية هنا في أحد الفنادق الخريبة جدا من استهد جاسم محمد إحمد إلى استقبل هذه المباراة فريق نهدي البركان أيضا كمان متواجد معنا في الفندق تعرف محمد طبعا هي فقاعة كاملة لي الفرقين ما فيش حد بيطلع ما فيش حد بيدخل من الملعب إلى الفندق إجراءات احترازية مشددة جدا طبعا لكن ده أمر بيصب فيه مصلحة الفريق فريق النادي الأهلي مش عايزين أي اختلاط مش عايزين أي حاجة المسحة الطبية بيتم تحددها يمكن الطاقم الطبي متواجد بيتم تنسيق وطبعا على موعد المسحة يكون إمتى صباحا مساءا كل الأمور دي إن شاء الله منتظرينها نستعلمها طبعا من الكابتين سايد عبد الحفيز مدير الكورة بينادي الأهلي كل الأمور يعني حتى اللحظة دي ماشي بشكل طيب بس منتظرين محمد نشوف التدريب بالكامل مدى جهازات اللعبين عندنا عدد من اللعبين الحمد فاتحي وعلي المعلول عدد من اللعبين بشكل كبير جدا عايزين نتطمن عليهم بس في التدريب النهاردة ونشوف مدى جهازاتهم بشكل كامل هل هياخدوا جرعة تدريبية كاملة ولا الأمور النهاردة كون ماشية معهم إزاي لكن بطمنك محمد كل اللعب جهزة الحمد لله كل اللعب عندها إصرار بإذن الله النهاردة إن شاء الله بإذن الله أكيد طيب كريم عايز سألك على جزئيتين أول جزئية الفندق اللي قام اللي أنتم موجودين فيه هيكون كل الوفود الرسمية اللي هتشتغل في مباراة السوبر كلها موجودة في هذا الفندق وفد الاتحاد الإفريقي ووصل بخيات التباترسة متسبي وفد الطاقم التحكيم الجزئير العيدين المباراة موجود في الفندق ولا لأ وعايز أتطمن منك برضو على مدى جهزية أيمن أشرف إن معايا خبر بيقول إن فيه برنامج تأهيل مكسف لأيمن أشرف خلال الأيام القليلة القادمة قبل لقاء السوبر يوم الجمعة يعني هارجع معاك من السؤال الأخير طبعا أيمن أشرف يمكن أمس كان بيعمل ريكاوري طبعا يعني إجهات كبيرة على كل اللعابة للنادي الآلي لكن أيمن أشرف النهاردة كمان محمد بقولك منتظرين نشوف اللعيب النهاردة هتقدي إزاي في التدريب يعني مبارا ما كانش فيه أي من الجمل التكتيكية أو تدريبات بدنية عالية أو أي أمور تكتيك بالنسبة لبيتسو موسيماني كنا نقدر نقايم أيمن أشرف تحديدا في جهازاته البدنية لكن النهاردة إن شاء الله بإذن الله يكون متواجد لكن هي إجهات بسيطة محمد تعرف رحلة كانت شقة جدا والحقيقة أيمن أشرف تحديدا بازل مجود أكتر من رعا فيه مباراة سانداونز لكن الكل جاهز يعني ما قدرش طبعا أقولك أيمن أشرف هيكون غايب أو لا عن تدريب اليوم هياخد جزء بسيط إلا لطبعا لما يكون شايفينه في الملعب أو على مدار التدريب إحنا طبعا محمد يعني فيه عزل شوية طبعا بالنسبة لفريق النادي الآلي والبعثة بالكاملة أنتعرف يمكن دور مخصص لفريق راهدة بركان دور مخصص لفريق النادي الآلي أيضا كمان الكابتن محمود الخطيب يعني أنتعرف الأمر ده بيكون فيه صعوبة شوية أنه إحنا طبعا بيكون فيه بعض المعلومات أنتعرف لسه جئين فنده الإقامة لحظات بسيطة ثم واجبة الغداء هنتوجه دلوقتي إلى التدريب لكن الأمور الحمد لله يعني طيبة جدا الكل أنتعرف محمد أنت بتأكد على نوات مهمة جدا الكل في الفقاعة ما فيش حد طبعا يكون خارج الفقاعة كل من سيكون متواجد فيه المباراة سيكون فيه الفقاعة الطبية النهاردة نبدأ نقول أول ساعات للفقاعة الطبية أمر صعب جدا تنزم الغرف على المطعم ثم بتعود تاني إلى المطعم لكن كل الأمور دي بتصب في مصلحة اللاعبين تحديدا لعبت النادي الآلي لكن إن شاء الله محمد بإذن الله تدريب اليوم يكون التدريب قوي يقدر منه يستفيد لعبت النادي الآلي بشكل كبير ويقدر كمان بتصو مسماني اللي بيجهز بشكل كبير جدا للمباراة سيكون فيه اختلاف أكيد عن التاكتك والتشكيل اللي كان فيه مباراة سانداونز وأيضا كمان التاكتك اللي يخود بين مباراة نهضة ألبركان لكن إن شاء الله بإذن الله النهاردة نتطمن على العيبة نتطمن على الحالة وبإذن الله يكون التدريب موفق لفريق النادي الآلي اليوم زماني العزيزة كريم أحمد أنا بشكرك شكرا جزيلا كل التوفيق ليك وللبيع سر إزد الله وإن شاء الله تكون مباراة موفقة يقدر الأهل يحرس فيها السوبر الإفريقي وكان الله فعونك العارف من جو برد الجو حر ورطوبة أكيدها تبقى صعبة جدا لكن إن شاء الله كلكم أدها ودود وترجعوا بسوبر وكاس جديدة إن شاء الله للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي